قصتنا النهاردة عن طفل اسمه زكاري الطفل ده كان طفل غريب شوية ومختلف من الوقت ما تولده لما كان عمره عشر شهور وبدأ يتعلم المشي ما كانش بيهدى أبدا لدرجة ان الأحزية بتاعته كان بتتهالك بعد أسابيع وليلة من استخدامه وكان جوه البيت دايما بيتسلل ويلعب بكل حاجة موجودة لدرجة انه مره صب جالون كامل من زيت الزتون على أرضية المطبخ وبعدها تسلق على رفوف الكتب وقع اللمبات وصب الكلور على السجادة فاللي تابع حلقاتنا قبل كده حيقدر يخامن بالفعل الطفل ده كان عنده ايه؟ بالضبط هو ده اللي جي في دماغك كان عنده متلازمة ADHD أو فرق الحركة ونقص الانتباه وتكلمنا عنها قبل كده في أكتر من حلقة لكن ده مش موضوعنا النهاردة لأننا هنتكلم النهاردة عن الطريقة اللي تحول فيها الطفل ده لطفل عادي وقدر يندمج أكتر مع المجتمع ويكمل في المدرسة بتاعته زيه زي أي واحد من زملائه أهلا بكم في حلقة جديدة من فرماستان بعد ما الطفل زكاري اتشخص بـ ADHD بدأ ياخد علاج اسمه ريتالين والعلاج ده ساعده إنه يكون أهدى ويقالل من حدة الانفعالات بتاعته وأمه وصفت الدوة ده بإنه العلاج اللي أنقص ابنها وغير حياته لكن على الجانب الآخر فيه أم عانت من نفس المشكلة لكنها وصفت تجربة طفلها مع العلاج بريتالين بإنها كانت تجربة مريرة وإنه العلاج اللي حول ابنها لشيطان الطفل لي ميلر كان برضه بيعاني من متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه وبسبب إنه تعالج بالريتالين استعاد القدر على التعلم والانضباط والقدر على الجلوس مع عيلته حول طاولة العشاء وقدر كمان إنه يندمج في التعليم ويكون صلاقات لكنه بعد فترة بدأ يتصرف تصرفاته عدوانية بيطالب بقرس الريتالين دي بإنه ياخدها بشكل كبير جدا وبدأ يظهر عليه أعراض إتمانية وأمه اضطرت أن يتوقف له الدوة ده وتعرض لأعراض السحاب شديدة جدا في الفترة دي الريتالين هو العلاج الأكثر شهرة من فئة الأدوية المحفزة اللي بتستخدم بها لأكثر من ستين سنة لعلاج متلازمة ADHD أو فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال فطول الوقت ده كان في أساطير حول الريتالين وكان دايماً موضوع جدل وخلافات لدرجة النفسانة من السنين تم رفع دعوة مدنية جماعية في ولاية نيوجيرسي ولاية كاليفورنيا تتهم فيها صناعة الأدوية والأطباء بوصف علاج الريتالين ليهم بسرعة وسهولة كحل سريع عشان رياحه دماغة ومخلصة فبالرغم من عدد الرشتات الطبية اللي بتطلع سنوياً لعلاج زي الأديرال وده أصلاً عبارة عن حاجة اسمها أنفيتامين وده أخطر بكتير من الريتالين إلا إن عدد الرشتات اللي كان فيها أديرال كانت أكتر من الريتالين وأصلاً جميع المحافزات المستخدمة لعلاج ADHD بكلية تأثيرات وأثار جانبية كتير متشابهة مع الريتالين ومع الأنفيتامين فيترى إيه هو الريتالين الريتالين هو الاسم التجاري اللي دوا بيباع برشتة طبية يعني بيندارك تحت جدو المخدرات اسم مادته الفعالة حاجة اسمها مثيل فينديت وده منشرة للجهز العصب المركزي تأثيراته بتؤدي دايماً للتحفيز المفرط وتأثيراته لحد ما بيكون شبه تأثير الكفايين لكنها في شكل أقوى وأعنفة وبتشبه كمال الأنفيتامين لكن بشكل أضعفها وتكلمنا قبل كده عن الأنفيتامين بالتفصيل في حلقة بعنوان حبوب الطلبة في الريتالين بيتم وصفه للمرضى اللي تم تشخيصهم بالADHD وكمان بيستخدم لعلاج متلازمة للنوم القهري أو اللي منسميها ناركوليبسي وطبعاً بتستخدم في علاج النوم القهري لأنها بتزود اليقظة بتشتغل بشكل رئيسي عن طريق أنها بتثبت أعادة اندصاص النور أدرنالين والدوبامين جوا المخ فطبعاً ده حيطول من مدة تأثيرهم في مخنا دلوقتي حنلاقي أن الجرعات العالية من النور بنفرن والدوبامين في الدماغ بتؤدي التأثيرات بتعويق من الإدراك وتفعل الحركة والنشاط فييجي هنا تأثير حاجة زي الريتالين بأن الدراسات أثبتت أن الجرعات المنخفضة بتنشط بشكل انطقائي نقل الدوبامين والنور بنفرن داخل قشرة الجابهة الدماغية فطبعاً ده حيعمل عكس التأثير اللي لا من شوية يعني حيزاوب من إدراك والتركيز وحيقلل من حركة والنشاط فبالتالي حنلاقي أن الريتالين بيكون علاج مناسب لمرضى ADHD في دراسة تم نشراف مجلة ساينز اتعاملت عشان تشرح أليه اتعامل الأدواء المحفزة للدماغ اللي زي الريتالين لأن النوع ده من الأدواء بيكون معروف عنه أنه بيزود إفراز الدوبامين في المخ فتم تخطيط الدراسة دي علشان يفحص تأثيرات المنبهات على وظائف العقلية وده في الأغلب بيكون عن طريق زيادة القدرة العقلية ذات نفسها والكلام ده بيأكد أن الدوبامين بيأثر على كافية إدراكنا للفوائد المتلطبة على قيمة أنشطة بدنية أو عقلية معينة دون أن يؤثر على كافية إدراكنا للتكاليف المرتبطة بتلك الأنشطة حبصة طالك الدراسة تتعاملت على حوالي خمسين راجل وستة تتروح عمرهم بين 18 ل43 سنة فتم تقيم مستوية الدوبامين في المخ أولاً باستقدام التصوير الطبي وبعدها عاملوا مجموعة من الاختبارات العقلية اللي بتزداد صعوبة بالتدريج وكل ما كان الاختبار ده أكثر تعقيداً كل ما زادت المبالغ المالية اللي ممكن يحصلوا عليها مقابل الاختبار ده فالنتائج من الجوالات الثلاثة من الاختبارات أكدت أن مستوى الدوبامين المتخفض بيدل على إن الشخص حيتجنب المهمة الأخصى تطلباً يعني اللي فيها وجع دماغ ياماً يعني بتركز هنا على التكلفة والجهد المرتبط بيها في حين إن مستوى الدوبامين الأعلى بيدل على إن الشخص حيدي اهتمام أكبر لمجدار المال اللي حياخده عن طريق الاختبار الأسعب يعني هو هنا ركز على الفوائد والمكافأة فبالتالي حلاق إن الدوبامين هو الجزء اللي بيتم من خلاله تنظيم الدفعية في الدماغة فالمستويات المنخفضة بتخلي الشخص يتجنب المخاطر والمهم الصعبة بينما تنعكس المستويات العالية في سلوكيات معاكسة أمامنا فالباحث أندرو ويس بروك بيقول إن الأفكار اللي بتظهر في أذهاننا وكمية الوقت اللي من أضيف التفكير فيها بيتم تنظيمها من خلال نظام اتخاذ القرارات بناء على التكلفة مقابل الفايدة فتم تصميم أدماغتنا لتوجيها نحو المهام التي ستحقق أعظم عائد وأقل تكلفة مع مرور الوقت طب يا ترى إيه هي الأثار الجنابية للريتالين؟ الريتالين بيكون ليه نفس الأثار الجنابية المحتملة لجميع الأدواء المحفزة للدماغة لكن الأكثر شيوعا منها يا فقدان الشهية وصعوبة النوم في الليلة وفي بعض الأثار الجنابية التانية زي الغضب وتقالب المزاج والقلق وفقدان الوزنة ده غير إن المحفزات من النوع ده مع الأسف ممكن تسبب السكتة الدماغية أو ممكن تتسبب في نوبة قلبية أو تتسبب في الموت المفاجئة وطبعا ده في الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم ومن أمراض القلب حل لايه كمان أن مادة ميثايل في نيديت اللي موجودة في الريتالين بتتفاعل مع بعض أنواع أدوية الاكتئاب والأدوية النفسية وأدوية الشقيقة اللي هي الصداع وأدوية القيء والغثيان والتفاعلات دي كلها ممكن تتأدي الحالة خطيرة اسمها متلازمة السيروتون ما ينفعش كمان تستخدم الميثايل في النيديت مع عدوية المونو أماين أكسيديس أو الام اي او وده لأن الميثايل في النيديت هنا ممكن يؤدي لحدوث اضطراب نفسي جديد أو تفاقمه يعني ممكن يسبب لك في أفكار غريبة أو سلوك غير عادي خاصة لو كان الشخص عالم طريق مرضي من الاكتئاب أو من أي حاجة ليه علاقة بالأمراض العقلية ممكن كمان يتسبب في بعض المشاكل في الدورة الدموية زي الخضر أو الألم أو تغير لون أصابع الإيد أو القدم ده غير أنه هو كمان ممكن يسبب مخاطر لمرضى فرط نشاط الغضة الدرقية وللأسف الريتالين كمان ممكن يزود من سوق أو من رفرفة العضلات أو من متلازم التوريت وكمان الاعتماد عن الميثايل في النيديت أثناء الحمل ممكن يؤدي لولادة مبكرة أو أنه أثر على وزن الجنين ويعمل وزن ولادة مخفضة وأخيراً والأهم من كل ده أن استخدام الميثايل في النيديت ممكن يؤدي للإدمان وإساءة استخدامه ممكن تؤدي لجرعة زي ده تهدد الحياة أو تسبب الوفاة وده بياخدنا للجزء اللي بعد كده للحلقة وهو إساءة استخدام الريتالين أو إدمانه زي ما قلنا من شوية أن الريتالين بيتم تصنيفه وأنه هو من جدول المخدرات زيه بالضبط زي الأنفيتامين واستخدام الريتالين بدون وصفة طبية جاية من دكتور فطبعاً هي حاجة متعارضة مع القانون فبالتالي بيتم استخدامه بشكل غير مشروع بسبب التأثيرات المنشطة اللي بيسببها زي أنه بيقلل الشهية وبيزود اللقظة وبيحاسسك بالنشوة وبيزود التركيز والانتباه فمنلاقي أن المدمنين بياخدوا جرعاتهم مع انطرية الأصدقاء أو أفراد العائلة اللي حد منه بيكتب له بالفعل ريتالين لكنه قرر أنه يبيعه أو يتنازل عنه لحد تاني فبالتالي حنلاقي أن مصطلح استخدام خاطئ معناه استخدام جرعة أكبر من الجرعة الموصوفة أو استخدام الجرعة الصحيحة بتكرار أكتر مما هو مصوف وده بينطبق على الأطفال اللي بيكون عندهم وصفة طبية مكتوب فيها ريتالين أو الأطفال اللي بيحصلوا على العلاج ده بطرق غير مشروع أما بقى مصطلح إساءة استعمال بيشير لسلوك تاني ممكن يكون أكثر خطورة وهو ده اللي ممكن يؤدي به في الآخر للإدمان والاستخدام الخاطئ هنا هو استخدام مادة بجرعة أكبر من اللي ممكن تتوصفها فحنلاقي إن معظم الأطفال اللي بيتم تشخيصهم بمتلازمة ADHD مش بيسيقوا استخدام أدوياتهم لأن الأطفال أصلا مش بتحمل الجرعات العالية ومش بتعطوا الأدوية دي بنفسهم من غير مراقبة الأهل أما بقى بلغين هم اللي بيكونوا أكثر عرضوا لإساءة استخدام المحفزات أو بمعنى صح الإدمان لكن ممكن يحصل إساءة استخدام مع الطلبة في المدارس خاصة في المحلات السنوية بسبب الضغط اللي بتعرضوله وبسبب إن هو بيكون مفعول كويس جداً في المذاكرة وفي الأداء العقلي والتحصيل العلمي عشان كده ممكن ياخدوه في المرحلة العمرية دي مجرعات مرتفعة ومتكررة ده غير كمان إن بيكون فيه فرق تحثير المحفزات على الأطفال الصحاء والأطفال اللي بيعانوا من ADHD فبالتالي حاجة زي كده ممكن تعرضن لمخاطر الصحية ونفسية كتير زي طبعاً ارتفاع ضغط الدم وزيدة معادلة لضربات القلب وكمان للإصابة بالقلق والاضطرابات العقلية في بعض النصايح اللي حابين نقولها للأهل لو كان عندهم طفل بيعاني من ADHD أول حاجة نحاول نتكلم مع الطفل ونشرح له إيه هو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وحالته بيكون عاملن ساي ومخاطر مشاركة الدواء بتاعه أو إن يبيعه لحد تاني تاني حاجة لازم تحافظ على أدواب تاعت ابنك في مكان آمن في البيت بحيث إن محدش يعرف يوصله بسهولة وتقدر دايما ترأي باستخدامه تالت حاجة لو ابنك بيعيش بعيد عنك في سكن جماعي مثلا فحاول دايما تخليه يدرك أهمية عدم الاستجابة على أصدقائه اللي ممكن يكونوا عايزين ياخدوا الدواء بتاعه أو يشتروه أو ياخدوه بشكل أو بآخر فاعترى بعد كل الكلام اللي قلنا ده هل الريتالين طيب ولا شرير؟ فيه دكتور اسمه لورانس ديلر في كتابه اللي كان اسمه Running or Retaline نشر في كتابه ملخص لبعض الدراسات اللي تعاملت على أطفال اللي خضعوا لعلاج الريتالين الريتالين بيحسن هو يزود التاكيس فعلا عمال القصير وبيقلل من الأفعال الاندفاعية والنشاط الحركي وبيزود من الانصياع وتقليل العسيان العدوانية وبيحسن كمان التفاعل مع العيلة والأقران وقال كمان إن ما فيش أي وسائل عصبية أو فيسيولوجية أو بايو كيميائية ممكن تتنبأ أو تحدد استجابة الفرض للريتالين فالريتالين مش بيحسن من مهارات المعقدة لزي القراءة، القدرات الرياضية والسلوك الاجتماعي لكنها ممكن تحسن الدرجات الدراسية بسبب التركيز لكن الريتالين مش بيصحح اضطرابات التعلم فميلاقي إن الريتالين بيظهر تحسن عمال القصير في اختبرات القوى البدنية والقدرة على التحمل والسرعة لكن خلال فقط فترة أثير الدواء لكن حتى الآن مفيش أي أدلة على تحسن طويل الأمد في الأطفال اللي بيتناولوا الريتالين فخلاص الكلام ده كله إن الريتالين زي وزي كل الأدوية النفسية بيكون سلاح ذو حدين فحلاء إن قرار أخذ الريتالين في علاق فرط الحركة ونقص الانتباه بيكون قرار شخصي وبتكون حاجة مهمة جدا إن الأبائي يتشاوروا مع الدكاترة ويفهموا الفوائد والمخاطر قبل ما يقرروا استخدامه للأطفال فالريتالين آمن مفيد لناس كتير لكن بيكون فيه خطر كبير في زيادة الأدامات عليه وزيادة الجرعات بدون استشارة فالهدف دايماً هو تحسين حياة أولادنا اللي بيكونوا عندهم فرط حركة فلازم دايماً نكونوا عارفين إن مفيش كائم في الدنيا ممكن يكون خطر على الإنسان غير الإنسان نفسه شوفكم حلقة جاية لو المحتوى اللي من قد ما عجبك وعايزنا نستمر اشترك في قناة فرماستان على يوتيوب وما تنساش تشغل الجرسة حتلاقي بمصادرة تحت الفيديو حتلاقي معهم الأكونة الشخص بتاعي على إنستجرام لو حابب تتباني بشكل شخصي تابعنا باستمرار وكون مواطن في جمهورية فرماستان سامواليكم ترجمة نانسي قنقر